بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بتواجدي معكم من خلال هذا الدرس الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله سيكون حديثنا موجه للصف الثاني التأهيلي الفصل الدراسي الثالث وعنوان درسنا ليلة القدر في رمضان تعليمات هامة أولا يجب علينا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له هذا أبطال مهم جدا يكون القلم موجود لديك الكتاب موجود لديك حتى تستطيع حل الأنشطة ومتابعة الدرس كذلك لا ننسى أن يكون كذلك استمرارية المتابعة لهذا الدرس حتى الوصول إلى نهايته وأكون في مكان مناسب للتعلم جلسة مريحة بعيد عن الأصوات المرتفعة الأجهزة الإلكترونية مثل الآيباد الجوال كلها تكون بعيدة عني حتى أستطيع التركيز أثناء الدرس اتفقنا ولنبدأ على بركة الله نتأكد من غلاف الكتاب لدينا كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الثاني التأهيلي الهدف العام لدينا معرفة ليلة القدر الأهداف الخاصة أن يستمع الطالب والطالبة إلى مكانة ليلة القدر وفضلها بشكل صحيح أن يبين الطالب والطالبة ما يستحب في ليلة القدر قدر الإمكان أن يطبق الطالب والطالبة ما تعلمه بشكل صحيح إذن الدرس الواحد والعشرون ليلة القدر في رمضان إذا لم يكن لديك الكتاب بالإمكان عبر كاميرا الجوال تصوير هذا الباركود يتوجه بك مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي إذن الله تعالى نتحدث في هذا الدرس الليلة القدر في رمضان جميعنا يا أبطال نعرف ما هو رمضان هناك ليلة يعني أحد الأيام أو الليالي في رمضان اسمها ليلة القدر ليلة القدر هذه لها فضل كبير و منزلة عالية يجب علينا أن نعرف هذا القدر و هذه المنزلة و هذه المكانة لها حتى ننال فيها أعظم الأجر من الله سبحانه وتعالى و التي تكون في شهر رمضان هذه الليلة في شهر رمضان هل هي موجودة في طوال أيام السنة طوال الأشهر لا موجودة في شهر رمضان المبارك و الذي نصوم فيه دائما فيه هذه الليلة ليلة القدر يجب أن نعرف فضلها نعرف مكانتها حتى نجتهد فيها بالعمل لنحصل بذلك على الثواب و الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى مكانت ليلة القدر و فضلها ليلة القدر ليلة شريفة في شهر رمضان و هي أفضل الليالي قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر إذن ليلة واحدة ليلة واحدة العمل فيها خير من ألف شهر يعني أعمل و أتعب في هذا اليوم لأحصل على الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى يعني إصرح أفوت هذا الأجر العظيم إصرح أفوت لو كان في بالي ألعب أو أتابع التلفزيون أو معاي الأيباد أو أشوف البرنامج المفضل عندي لا في هذه الليالي أحاول أن أحرص و أجتهد أني لا أفوت الفضل العظيم في هذه الليلة بني أقرأ القرآن أبر والديني أتصدق فيها على الفقراء و المساكين أعمل الكثير من الأعمال الصالحة في هذه الليلة لكي يتضاعف لي الثواب و الأجر من الله سبحانه وتعالى إذن أحرص دائما على العمل في هذه الليلة التي تعادل أو هي خير من ألف شهر عدم تحديد ليلة القدر في رمضان ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان و لكنها غير محددة في أي ليلة منها فينبغي تحريها في جميع العشر الأواخر و هي في أوتارها آكد و أرجاها ليلة سبعة و عشر و الحكمة من عدم تحديدها أن يجتهد الناس في جميع أيام العشر فيدركوا بذلك خيرا كثيرا و قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في إخفائها و قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في إخفائها خيرا للمسلمين إذن متى تكون ليلة القدر في شهر رمضان؟ إذن أين تكون كذلك في شهر رمضان؟ تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان عندنا الشهر ثلاثين يوم متى تكون ليلة القدر؟ في العشر الأواخر من هذا الشهر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تكون ليلة القدر و أكدها تكون في ليالي الأحاد و ما يعني ليالي الأحاد؟ يعني في ليلة 21 ليلة 23 25 ليلة 27 هذه هي ليالي الأحاد و من الآثار الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن أكدها تكون في ليلة 27 و لكن يجب على المسلم الذي يبحث عن الأجر العظيم من الله سبحانه و تعالى أن يجسد في كل هذه العشر لا يدري أين تكون ليلة القدر لأنني لا أتأكد في أي ليلة هي هذه الليلة فأنا أجتهد دائما في جميع هذه الليالي و خصوصا في الأحاد منها يعني أجتهد في رمضان خصوصا في العشر الأواخر و خصوصا في ليالي الأوتار و الأحد من ليالي شهر رمضان المبارك في العشر الأواخر لماذا لم يتم تحديدها؟ لكي يجتهد الناس في جميع أيام العشر فيدركوا بذلك خيرا كثيرا يعني إذا ما عرفنا مكان هذا اليوم بالضبط فأنا أجتهد في كل هذه الأيام لأحصل على الثواب و الأجر العظيم من الله تعالى فأنا أجتهد في كل هذه الأيام فالأساس لدي دائما أن أبحث عن رضا الله سبحانه و تعالى فأتقرب إليه في جميع هذه الليالي و أجتهد في هذه الليالي التي تكون الأخيرة من شهر رمضان الذي انتظرنا كثيرا فنحنا فيه نصوم فيه و نجتهد في العبادة فيه فتبقى هذه العشر فأنا كذلك أجتهد فيها أكثر و أكثر آخر عشر ليالي من شهر رمضان المبارك لأنال الأجور العظيمة من الله سبحانه و تعالى ما يستحب في ليلة القدر أولا الإكثار من الطاعات فقد كان النبي صلى الله عليه و سلم يجتهد في العشر الأواخر طلبا لليلة القدر قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره يعني النبي عليه الصلاة و السلام كان يجتهد في هذه الليالي الأخيرة أكثر مما يجتهد في الليالي أوائل شهر رمضان المبارك من دلنا على هذا الكلام أقرب الناس إليه زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دلتنا إلى أن النبي عليه الصلاة و السلام كان يجتهد في رمضان و أكثر اجتهاده كان في العشر الأواخر يعني لو كنت تقرأ وجه واحد حاول تقرأ وجهين من القرآن الكريم تسبح الله مئة مرة سبح الله مئتين مرة و أحاول أن أزيد من الأعمال الفاضلة لأنا تعودت عليها خلال هذا الشهر الكريم و الشهر المبارك أحاول أن أضاعفها و أزيدها في العشر الأواخر من شهر رمضان يعني ما يكفي أني أجتهد فقط في العشر الأواخر لا نقول نزيد الإجتهاد يعني أنا أجتهد في طوال شهر رمضان و أزيد اجتهاد بالأعمال الصالحة قراءة القرآن ذكر الله سبحانه و تعالى و غير من الأعمال الفاضلة التي تكون في شهر رمضان ثانيا الحرص على قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا دخل العشر شد مئزره و أحيا ليلة و أيقظ أهله إذا نلاحظنا نبينا عليه الصلاة و السلام كان يحرص في هذه الليالي و كذلك يحرص من حوله يعني أذكر أخواني أذكر من حولي بأهمية هذه الليالي و أن يجتهده شد المئزر يعني أنه شد يعني نقول دائم شد حيله في هذه الأيام اجتهد أكثر من غيرها في هذه الأيام حتى يحاول يشجع القريب منه أخواني أخواتي أحاول أشجعهم و أذكرهم أن هذه الأيام فاضلة و أن يزيدوا فيها من العمل الصالح ثالثا الإكثار فيها من الدعاء و أفضلهما و أرد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر بما أدعو قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني نحاول أن نحفظ هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني كرروه بعدي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني و حاول أن نكرر هذا الدعاء في هذه الليالي الفاضلة إذن وصلنا الآن إلى الأنشطة من خلال ما تعلمنا أريد منك الإجابة على هذه الأسئلة أرسم خطا تحت الإجابة الصحيحة مكانة ليلة القدر هي خير من ألف شهر أو مثل أي يوم عادي من خلال ما تعلمنا أحسنتم هي خير من ألف شهر الحكمة من إخفاء ليلة القدر لتعويد الناس على الراحة أو أن يجتهد الناس في العبادة كما تعلمنا يا أبطال الحكمة من إخفاء ليلة القدر هل يتعود الناس على الراحة أو أن يجتهد الناس في العبادة؟ أحسنتم و بارك الله فيكم أن يجتهد الناس في العبادة الآن ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة و علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي يستحب في ليلة القدر الإكثار من الطاعات يستحب في ليلة القدر الإكثار من الطاعات هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ ما رأيكم؟ في ليلة القدر أحاول أن أكثر من الطاعات هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم يا أبطال من خلال ما تعلمنا هذه العبارة تكون هذه العبارة صحيحة بعد ذلك العبارة لدينا يستحب في ليلة القدر الإكثار من النوم يستحب في ليلة القدر الإكثار من النوم مكثر من النوم في ليلة القدر أو يفوتنا أجر عظيم أحسنتم هذه عبارة خاطئة لأنه سيفوتنا الأجر الكثير من الله سبحانه وتعالى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أفضل الدعاء في ليلة القدر هل هذه العبارة صحيحة من خلال ما تعلمنا أحسنتم يا أبطال و بارك الله فيكم ليلة القدر في العشر الأوائل من رمضان أو في العشر الأواخر إذن ما رأيكم بهذه العبارة ليلة القدر في العشر الأوائل من رمضان عبارة صحيحة أم خاطئة أحسنتم بالتأكيد هذه العبارة خاطئة الآن نريد منكم كتابة هذه العبارة أولا فوق هذه الكلمات المضللة ثم أنتقل لكتابتها في الأسفل كرروها بعد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ولكنها غير محددة في أي ليلة منها فينبغي تحريها في جميع العشر الأواخر الآن قوموا بإكمال كتابة هذه العبارة ثم قوموا بإكمال الدرس أحسنتم و بارك الله فيكم النشاط الرابع لدينا صل العبارة في العمود رقم واحد مع ما يناسبها في العمود رقم اثنين ليلة القدر غير محددة وهي في ألف شهر أو الإكثار من الطاعات أو يجتهد الناس في العبادة أو العشر الأواخر من رمضان أحسنتم من خلال ما تعلمنا هي في العشر الأواخر من رمضان العبارة التي تليها الحكمة من عدم تحديد ليلة القدر هل هو ألف شهر أو الإكثار من الطاعات أو أن يجتهد الناس في العبادة أحسنتم أن يجتهد الناس في العبادة يستحب في ليلة القدر ألف شهر أو الإكثار من الطاعات الإكثار من الطاعات في الأخير ليلة القدر هي خير من خير من ألف خير من ألف شهر النشاط الخامس لدينا نضع علامة صحف المربع تحت العبارة التي تدل في الدرس على ما يستحب في ليلة القدر أولاً الإكثار من الطاعات هل يستحب في ليلة القدر؟ أحسنتم نضع أسفلها عبارة صح أو علامة صح الإكثار من الأكل بالتأكيد لا الإكثار من الدعاء نضع علامة صح بر الوالدين بعد ذلك بر الوالدين أو الحرص كذلك على قيام الليل وبر الوالدين كلها تكون من العبادات التي تدل على ما يستحب في ليلة القدر جميع الأعمال الصالحة أحرص عليها في ليلة القدر إلى هنا يا أبطال نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا في هذا الدرس شكراً لكم على الإنصات والاستماع والمتابعة طبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته